اشتركوا في القناة ان هذه واحدة من 9 سكاكين احتفظ بيها بشكل خاص من مجموعتي بالسكاكين وهي البوليس 3 اللي تم يقاف تصنيعها فنزلوا منها البوليس 4 هي افضل منها بالمعدن معدنها كي 390 واللي موجودة قدامكم هذي اللي هي VG10 وعلى فكرة تكلمت عن هذه باليوتيوب وشرح كامل موجود في حسابي باليوتيوب لكن انتكلم عن سياسة اولا سبايدركو لكن نقلل الاضاءة عشان تصير اوضح من التصاميم طبعا ليس كل التصاميم تعجبني هذه مشكلة سبايدركو يعني مو كل السكاكين اللي موجودة عندي تعجبني تصاميمهم لكن راح اوريكم بعض الموديلات اللي اعجبتني عندهم ويعني اشوفها ممتازة مثلا عندكم البوليس فور هذي الموديل اللي تكلمت عنه تو الموديل الجديد معدنك هي 390 يعني صناعة يابانية ومواصفات خرافية لكن بتكلم عن شغلها ما اسبقت هذه الشركة عليها ولا شركة ثانية اللي هي هذا الموديل الموديل هذا ترى على فكرة يعني يكون سكين ميدالية حجمها 20 قرام وزنها يعني وزنها خفيف وحجمها صغير معدنها زدي بي 189 ويعتبر من اقوى المعادن في الصلابة صلابة تتوصل 67 تخيل ان تحمل سكين ميدالية يعني تخليها وياك يعني وياك مفتاح السيارة مثلا وصلابتها تعتبر من اعلى الصلابات بالعالم وهي سكين ميدالية هذه ما شفت ولا احد ولا شركة سبقت شركة سبايدركو فيها فهذه يعني نقطة تحسب لها من الموديلات اللي تعجبني من شركة سبايدركو مثلا عندكم هذا الموديل يعني موديل رحلات وممتاز جدا وحجم جبار اهم يعني معدن قوي وعندكم طول نصل او الحد القاطع اللي من بداية السن نفسه يوصل 11.5 سنتي والموديل الثاني اللي هو صراحة اعجبني وبشدة هذا الموديل هذا الموديل معدنة 20 سي في تخيل سكين نصل كامل طول النصل مثل ما تلاحظون عندكم وهنين خلا يوضحوا ياي عندكم طول النصل 15 سنتي والحد القاطع واللي هو السن هم بعد 15.2 يعني اقل شي بسيط تخيل بهذا الحجم سكين ومعدنها 20 سي في مستحيل مستحيل تحصلها بسعر مثل اللي انا حصلت فيه تقريبا ترى سعرها يعادل يعادل تقريبا 250 دولار بهذا الحجم وهذا القوة من المعدن وهذا الجبارة صراحة صعب انك تحصلها بشركة ثانية وهذه احد النقاط اللي يعني تحسب لشركة سبايدر كو واللي اهم من هذا واللي هو صراحة اعجبني بشركة سبايدر كو عندكم هذا الجدول تخيل ان هذي جميع المعدن المستخدمة عن شركة سبايدر كو يعني مرضيين الناس او مرضي يعني يرضون الزبون واول عميل بشكل خرافي يعني مستحيل ما تحصل معدن عندهم يكون عاجبك كل هذه التصاميم المعدن موجودة عندهم وفيهم عندهم تصاميم النصل او الاشكال الانصل مثلا يعني اشكال متعددة جدا عندكم 11 نوع امان متوفر عندهم بعض الامانات يعني حتى ما مرت عليك بحياتك مثلا عندك هذه باورلوك هذه انا ما شفت يعني نادر جدا وخاصة عند شركة سبايدر كو يعني هذه احد النقاط اللي تحسب صراحة لشركة سبايدر كو وبشدة بعد لكن انا عن نفسي مثل ما قلت لكم بعض التصاميم بعض التصاميم لا تعجبني عند هذه الشركة ولكن شركة مهتمة بارضاء العميل والزبون يعني بشكل خرافي وهذه وجهة ناظري وهذا اللي حبيتها واضحة لكم وان شاء الله انه يكون وضحت الفكرة ويعطيكم العافية شكرا لكم